السلام عليكم والسهلا بكم في فيديو جديد اكيد انت سمعت عن اصدار laios 18 التجريب وحابب ان انت تحدث جهازك laifool لاصدار laios 18 وتجرب كل المميزات الجديدة لنزلة في اصدار laios 18 ولكن بتوجهك مشكلة اثناء عملية التحديث وما بتقدرش انت تحدث جهازك laifool لاصدار laios 18 زي مثلا ما بيظهرش عندك نهات في قيمة تحديث البرامج اصدار laios 18 او اللي انت مش بتقدر انت تحدث جهازك laifool لاصدار laios 18 وعشان كده في الفيديو بتاع النهاردة اشرح لك اسهل طريقة تقدر من خلال اللي انت تحدث جهازك laifool لاصدار laios 18 وابضغطة واحدة بس قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هو ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عشان تحدث جهازك laifool لاصدار laios 18 بدون الحاجة للتسجيل في برنامج متورين قبل كل اللي عليك اللي انت هتحمل برنامج ريبوت البرنامج الوحيد اللي هتقدر من خلاله اللي انت هتحدث لاصدار laios 18 مفيش اي برنامج تاني ولا برنامج الايتونس ولا اي برنامج تقدر من خلاله اللي انت هتحدث لاصدار laios 18 غير برنامج ريبوت هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف بعد ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف ينولك الموقع الرسمي لبرنامج ريبوت زي ما قلتلكم البرنامج دوت الوحيد اللي بتقدر من خلاله اللي انت هتحدث لاصدار laios 18 التجريبي او تعمل رجوع لاصدار laios 17 مرة تاني كل اللي عليك اللي انت حتدوس على تجربة مجانية وتبدأ اللي انت هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد كده هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل الUSB بالشكل دو بعد ما هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر وتفتح برنامج روبوت هايزر معاك بالشكل دو واجهة البرنامج سهلة جدا وبسيطة وبيدعم كمان اللغة العربية هتقدر اللي انت تستخدمه بكل سهول كل اللي عليك دولات اللي انت هتختار من هنا تركية الايو اس او رجوع الاسدار اقدم بعد كده هجيب لك الاختيارين دولات التحديث لإصدار الايو اس 18 او رجوع لإصدار الايو اس 17 هنختار من هنا تركية وبعدين هندوس نوات على التركية هيبدأ كده البرنامج النوية يرى نوع جهازك الايفون ويجيب لك نسخة الايو اس اللي هي متواجدة دولاتي على جهاز الايفون اللي هي إصدار الايو اس 17.5.1 وهيقولك انه وقت اللي هو هيحدث لك جهازك ليفول لإصدار الـ iOS 18 بيطة هتختار هنا مكان اللي انت تحفظ فيه نسخة الـ iOS دي عشان البرنامج هيبدأ انه يحمل لك عندك على جهاز الكمبيوتر لازم تختار مكان يكون فيه مساحة كافي عشان النسخة دي هي تمساحيتها حوالي 6 جيجا أو 7 جيجا فلازم تختار مكان يكون فيه مساحة كافي بعد كده حتدوص على تحميل وهيبدأ كده البرنامج في تحميل نسخة الـ iOS بعد ما ينتهي كده البرنامج من تحميل نسخة layOS هيبقى جاهز دلوقتي ان هو يحدثلك جهازك lay phone اصدار layOS 18 كل اللي عليك اللي انت حتدوس على بيدق التركية ويبدأ كده البرنامج في تحديث جهازك lay phone اصدار layOS 18 التجريبي حتسيب كده جهاز lay phone متوصل بالكمبيوتر ما تستخدموه ناي لحد ما ينتهي البرنامج من تحديث جهازك lay phone وبكده نجح البرنامج في تحديث جهاز lay phone اصدار layOS 18 وهيفتح معك جهازك الايفون بالشكل دوت هتلاقيه على الاعدادات الاولية واكتمل تحديس البرنامج وتم تحديس الايفون اللي هتصدر الايوز 18 زي ما انتم شايفين هتدوس هنا على متابعة بعد كده هتزبط الاعدادات بتاعتك اللي انت تضيف بصمة وجه او لو مش عايز هتدوس على اعدادات لاحقا بعد كده اتدخل رمز دخول لو مش عايز تنشئ رمز دخول هتدوس على عدم استخدام وبعدين عدم استخدام وتكمل بقية اعدادات جهازك الايفون كأنك لسه فتحه جديد بعد كده هندوس على متابعة بعدين عدم مشارقة وبعدين تفتح جهازك الايفون كده احنا على اصدار الايوز 18 زي ما انتم شايفين لو دخلنا كده على الاعدادات وبعدين ندخل على عام وبعد كده على حول هتلاقي كده هوات اصدار جهاز الايفون على اصدار الايوز 18 وكده تحدث معنا جهاز الايفون تقدر دلوقتي اللي انت تستمتع بكل المميزات الجديدة اللي نازلة في اصدار الايوز 18 الجديد اللي هو التجريبي زي ما انتم شايفين مركز التحكم دوت بتقدر دلوقتي اللي انت تتحكم في كل الايكونات او كل التطبيقات اللي موجودة في مركز التحكم وفيه خصائص كتيرة ومميزات كتيرة في نظام الايوز 18 هتستمتع بها جدا بعد التحديث وبكده احنا حدثنا جهازنا الايفون لاصدار الايوز 18 وكمان في اي وقت لو حبيت اللي انت ترجع لنظام الايوز 17 مرة تانية بدون ما تخسر البيانات بتاعتك وبدون ما تحصل لك اي مشاكل هتقدر برضو من خلال برنامج ريبوت هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف وكمان هسيب لكم كوبون خاص من 30% تقدر اللي انت تستفيد بيه لو حبيت اللي انت تشترك في البرنامج اتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة